مرحباً رحيم في هذا الدرس راح نتعلم حاجة مهمة جداً قد تتسبب في أخطاء المبتدئين عند استخدام الفورلوب وهي حاجة تسمى سكوب خلوني أكتب الكلمة لكم حتى بس ما تنسونها الكلمة هي هي سكوب أو تعني المجال أو المدى المجال أو المدى طيب وش المقصود بسكوب في حالتنا هذه خلوني نشوف هنا ولنفرض هذا طبعاً برنامج الفورلوب البسيط اللي يطبع لنا من 1 إلى أو من 0 إلى 10 أفرض أنك أنت تبغى تسوي حاجة بسيطة جداً في البرنامج هذا وهي أنك بعد ما أنك تطلع بعد ما أنه تنتهي اللوب تبغى تطبع العداد مرة ثانية system.out.print i تمام؟ نبغى نطبع i طبعاً بعد ما تطلع بعد ما تخلص من اللوب هذي i رح تكون قيمته 11 وال11 ليست أصغر من العشرة فبيطلع بر اللوب هنا لما نجينا نطبع هنا مفروض أن يطبع لنا 11 ولكن معطينا error الإكلبس وزين وش الأرور هنا خلي شوف الأرور هذي وش تقولنا هذي شي مهم جداً تعود أنك تقرى الأرور اللي يعطيك هي صحيح باللغة الإنجليزية لكن تعود أنك تقرىها حاول أنك ترجمها وتقرىها هي بالنهاية error ما هي عددها كبير يعني يقول لك هنا i cannot be resolved to a variable زي نمكن لو أضغطها أو ما أدري كيف أكبر الحجم الأرور ما أظن في طريقة لكن على العموم i cannot be resolved to a variable يعني يقول لك ال-i ما هي variable ما لقينا variable اسمه i هذا شي غريب جداً لأننا نحن معرفين هنا ال-i كvariable ولكن السبب هنا هذا عائد إلى ما يسمى ال-scope أو المجال أو مدى اللي نستطيع أن نرى فيه ال-variable أو نستخدم فيه ال-variable مزين بكل بساطة طبعا scope موضوع كبير متشعب في لغة الجافة ولكن خلنا نبدح لنا في أول بداية بداية scope هذا وفيما بعد إن شاء الله في دروس لما تجي دروس اللي تتكلم عن الأوبجيكتور ينتدو والبرمجة الشيئية يتضح يعني تحتاج أنك تتعمق في scope بشكل أكبر لما تدرس موضوع البرمجة الشيئية اللي تقول لك الجافة هنا أو قوانين الجافة تقول أنه القوس كل قوسين معقوفات هذول يسوي لنا scope يعني مدى بمعنى أي variable معرف جو القواس المعقوفة لا يمكنك تشوفوا برا لقواس المعقوفة هذه ولكن أي variable يعرف برا لقواس المعقوفة يعني هنا زين فإنك ممكن تشوفه جو لقواس المعقوفة هذه تمام يعني خلنا خلني أرسمها لك شوي يمكن تتضح الصورة بشكل بشكل أفضل أفرض أنه هذا عندنا خلنا نشوف أفرض أنه هنا هذه المين زين public static void main طبعا أنا راح أحطى فراغات هنا مضبوط وبعد كذا في القوس حق المين زي من تشايف هنا القوس هذا حق المين مضبوط بعد كذا جوه هنا عندنا الفور والقوس حق الفور تسكيرة القوس حق الفور تسكيرة القوس حق المين الآن هذا عندنا هذا سكوب سكوب المين هذا اللي هذا سكوب المين تمام سكوب الأقواس المعقوفة هذه زين وهذا الجزء هذا هو سكوب الفور سكوب الأقواس المعقوفة هذه تمام الآن أي فيريبل يعرف هنا بكل بساطة اللي جوه يشوف اللي بره اللي بره ما يشوف اللي جوه بكل بساطة طبعا فينا ملاحظة مهمة جدا في الفور زين أنا تعمل تكتب كذا بس أنا ودي أشيل هذه وأسوي بالشكل التالي حطها لك كذا هذا الجزء داخل في سكوب حق الفور تمام لأن الفور تستطيع أنك تعرف فيها هنا فيريبل من بين عدد كبير من الجمل هي من الجمل النادرة اللي تستطيع أنك تعرف فيها فيريبل مثلا ال-y ال-f كلها ما تقدر تعرف فيها فيريبل وإن كان فيها قواس لكن الفور لا تستطيع أنك تعرف فيها فيريبل فإذا سكوب رح يطلع شوي فإذا هذا هذا سكوب إذا عرفت فيريبل هنا إذا عرفنا هنا جوه سكوب هذا بغضل نظر وين المكان اللي نعرف فيه إذا عرفنا فيريبل i تمام كاونتر فإن نستطيع أن نشوفه هنا الكاونتر هنا نقدر نشوفه جوه أن تقدر تشوف السكوب اللي بره مضبوط ولكنك ما تستطيع أنك تشوف السكوب اللي جوه طبعا خلنا نرجع هنا نشوف هنا في البرنامج هنا حين نعرف i جوه السكوب حق الفور زي ما نشايف فإذلك بره ما نحن قدرين نشوفها لكن لو أننا نجينا هنا وقلنا قلنا والله هنا أنا بنقول int i عرفنا i بره وهنا عطينا قيمة على i لاحظ أنه راح الخطأ راح الخطأ لأنني عرفت i بره السكوب اللي بره عرفت زي ما سويت هنا في الكاونتر نقلت ال i بدل ما هي جوه هنا نقلت ها بره فنقدر تكون هذه ملاحظة هذا ملاحظة واضحة طبعا فيه رول ثانية أو فيه قاعدة ثانية سبق أننا قلناها أنك ما تستطيع أنك تستخدم variable قبل ما أنك تعرف ال variable هذا فبالتالي كون كنا نقول أنه سكوب اللي جوه يشوف سكوب اللي بره لو إن ال i عرفنا ال i هنا قلنا بنشير ال i من هنا مضبوط بنعرف ها هنا خلنا نشير ال counter هنا بنعرف ها هنا فعرفنا ال i هنا وبالتالي هنا نقدر نشوف ال i نقول صح ال i لأن ال i نقدر نشوف ال i هنا نقدر نشوف ال i برد مضبوط لكن أفرض أنك عرفت ال i بسكوب اللي بره نفس الشي ولكن أنك عرفت هنا int i ما تستطيع تشوف ال i هنا ليش لأنك ما تستطيع تستخدم variable قبل ما أن تعرف وترتيب البرنامج يمشي بالشكل هذا فهذه ما هي مشكلة scope قدر ما هي مشكلة ترتيب سير تنفيذ البرنامج فهنا قلنا ما تستطيع تستخدم variable قبل ما تعرف فهنا يقول لك computer في احتمال أنك تحاول تستخدم ال i وأنت إلى الآن معرف ال i معرف بعد form مضبوط فبالتالي ما نستطيع استخدم هذه قضية غير scope ولكن متداخلة مع scope هذه خطاء قد تقع في بعض الأحيان وتسبب لك مشكلة وتضيع شوي اللي جوا يقدر يشوف اللي بره ويشوف اللي جوا اللي بره ما يقدر يشوف اللي جوا وscope دائما يكون من خلال الأقواص المعقوفة هذه كورلي braces هذه القاعدة القاعدة الثانية أنك لا تستطيع تستخدم variable قبل ما تعرف ال variable فمثلا هنا لو جينا نشلنا ال i من هنا وعرف ناها هنا and i مضبوط فإنك هنا ما عندك error هنا ما عندك error ليش لأنه معرف ال i فأنت مجيد تستخدم كنت معرف ال variable هنا عندك error لأنك جيد تستخدم ال variable تحط فيه قيمة قبل ما أنك تعرف ال variable فكانك تجي للكمبيوتر تقول له حط لي قيمة في المكان اللي في الميموري اللي اسمه i الكمبيوتر يقول لك أنا ما أعرف ترابطات مضبوط والموضوعين هذول كلهم مربط الفرس فيهم أو الجانب المشترك فيهم اللي يخليهم موضوعين مترابطات هو ما يسمى في الكمبيوتر ما تسمى visibility زين أو الرؤية فهل تستطيع أنك تشوف ال variable ولا ما تستطيع أنك تشوف ال variable هذا مضبوط لما تجي تستخدم ال variable هل تستطيع أنك تشوف ال variable هذا ولا ما تقدر أنك تشوف ال variable هذا مضبوط في هذا فهذا هو مربط الفرس فإذن لو أنك وهذا غالبا يصير في الفور لو أنك جيت وعرفت الآية هنا جوه الفور ما عندك أي مشكلة وشغلك صحيح ولكن ما تستطيع تستخدم ها برا الفور الفور هذه الجملة راح تكون خطأ ولا بد أنك تحدف ها والفور زي ما قلنا مرة ثانية من الجملة النادرة اللي جوه الأقواس هذه حق الشرط حق الفور تستطيع أنك تعرف variable يعني أقواس ها شوي تختلف عن ال while وغيرها أرجو أن يكون الموضوع واضح موضوع scope وجرب أنت بعض اكتب برنامج برنامج وجرب الأخطاء هذي شوف كيف تطلع لك وتذكر الجملة أنه يقول I cannot be resolved to a variable مضبوط أنه ما يمكن أن نلقى variable بالاسم هذا